لا خطط لوقف إطلاق النار عنوان جديد يتصدر المشهد السياسي والأمنية في أفغانستان حالة من التردد والضبابية جاءت بعد تقارير صحفية سابقة أكدت أن قيادة طالبان قررت التوافق بشأن وقف إطلاق النار لكن الجديد في موقف طالبان أنها ليست بصدد تثبيت وقف إطلاق النار إلا أنها لم تستبعد في الوقت نفسه خفض تصعيد الأعمال القتالية وهي قد تشكل خطوة نحو التقدم في المصالحة الأفغانية وقف إطلاق النار بشكل شامل أمر في غاية الأهمية وعلى طالبان القابول به خاصة أنه سيؤدي إلى بناء ثقة بين الأطراف وقد تبنى عليه الخطوات المقبلة في إطار عملية السلام إنهاء الأعمال القتالية أو خفضها على الأقل ولو بشكل جزئي أو مؤقت أحدث حالة من التفاؤل في الشارع الأفغاني الذي يدفع فاتورة الصراع المستمر منذ سنوات الشعب الأفغاني ومنذ أربعين سنة يتحمل ألام الحرب وعندما تلقينا هذا الخبر رغم أنه مجرد تسريب فقط ولم يؤكد رسميا إلا أننا نأمل أن يحدث بسرعة لوقف نزيف الدم ورغم تأكيد طالبان بشأن عدم التوافق حول ملف وقف إطلاق النار إلا أن الموقف قد يتطور نحو التأرجح بين القبول والرفض خاصة وأن الولايات المتحدة تريد وقفا لإطلاق النار قبل توقيع اتفاقية سلام متوقعة طالبان حتى الآن تقول إنها لم توافق على إعلان وقف إطلاق النار وهي تقول إنها بصدد دراسة خفض الأعمال القتالية وهما يطالب به الطرف الأفغاني والأمريكي أعتقد أن غياب الثقة هو العامل وراء الجمود في هذا الملف استمرار العنف والمواجهات من قبل طالبان يشكل العائق الأبرز التي يبقي على حالة الضبابية بشأن توقيع اتفاقية سلام محتملا بين واشنطن وطالبان وبإقراره قد يفتح الطريق أمام المفاوضات الأفغانية وإنهاء أطول صراع تخوضه الولايات المتحدة خارج حدودها إيقاف العنف مطلب أفغاني ودولي للوصول إلى اتفاقية سلام مع طالبان لكنه يبدو حتى الآن معقدا في ظل تناقض مواقف طالبان بشأنه بينما يرى مراقبون أهمية استمرار الجهد من أجل الحل السياسي رغم التعقيدات المحاطة بالعملية سفة الله صافي الحرة كابل